بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه هناك أسباب الله سبحانه وتعالى جعلها في هذا العالم وفي الحديث الشريف أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها لا يمكن للإنسان أن يصل إلى النتيجة إذا ما هيأ أسباب تلك النتيجة وهذه الأسباب على قسمين أسباب طبيعية وأسباب غيبية الأسباب الطبيعية هي الأمور التي بيد الإنسان وعلى الإنسان أن يسير فيها لكي يصل إلى النتيجة إذا أنت تريد تسافر تصل إلى مكان الطريق الطبيعي إلى الوصول إلى ذلك المكان هو أن تقطع المسافة ستقطعها بالمشي أو بالسيارة أو بالطيارة أو بأي وسيلة أخرى أنت بدون أن تقطع المسافة لا يمكن أن تصل إلى ذلك المكان المحدد وهناك أسباب غيبية هذه الأسباب الغيبية خارج عن اختيار الإنسان لكن الله سبحانه وتعالى جعل طريقا للإنسان لتلك الأسباب يعني مثلا كمثال حتى الفكرة تتوضح الإنسان عندما يموت السبب الواقعي للموت هو السبب الغيبي أن الله سبحانه وتعالى يأذن لملك الموت أو لأعوان ملك الموت توفته رسلنا أو هو الله سبحانه وتعالى بدون واسطة ملك الموت أو بدون واسطة أعوان ملك الموت يقبض روح هذا الإنسان أكو بعض الناس الله سبحانه وتعالى هو مباشرة يقبض أرواحهم الله يتوفى الأنفس الأنبياء الأئمة زوار الإمام الحسين الذين يقتلون في طريق الزيارة هو الله مستقيم مباشرة يقبض أرواحهم أكو ناس ملك الموت يقبض أرواحهم إزرائيل أكو ناس هم أعوان ملك الموت توفته رسلنا ثلاث آيات في القرآن الله يتوفى الأنفس آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وآية ثالثة توفته رسلنا هذا هو السبب الواقعي السبب الظاهري شنو هو؟ حادث سير السبب الظاهري توقف القلب السبب الظاهري تفجير أكو سبب ظاهري وسبب واقعي والسبب الواقعي الله جعله متزامنا مع هذه الأسباب الظاهرية لذلك الناس الكفار في نار جهنم ونار جهنم هي أشد وأقوى من نار الدنيا بحيث أنه إذا شرارة واحدة من نار جهنم أصابت الأرض لأحرقت كل الأرض شرارة واحدة زين الناس الكفار بأجسامهم هذه يلقون في هذه النار ولا يموتون ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب هذا السبب موجود الحريق وهذا الحريق يحرق جلده ولحمة وعظمة لكن ما يموت لأن الله سبحانه وتعالى وهو في ذلك المكان لا يريد أن يقبض روحه زين تكليفنا شنو هو؟ تكليفنا أنه نعمل بالأسباب الظاهرية والأسباب الواقعية هي المتحكمة إذا عملت أنت بالسبب الظاهري الله من الأسباب الواقعية يرتبها إلك بس ما عندك طريق أنت إلى الأسباب الواقعية إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك يعني أن يجعل الأسباب الواقعية وفق ما تريد بعض الأحيان الإنسان يعمل بكل الأسباب الطبيعية تريد أن تسافر تختار سيارة جيدة وسائق جيد والسائق شابع نوم مو أنه مثلا وتختار الطريق المناسب وتسير في هذا الطريق أنت عندك ضمان أنه السيارات التي تجي من أمامك سائق من هؤلاء السواق لا ينام أو لا ينحرف أو تاير لا ينطق عنده والسيارة تنحرف ويصير حادث سير مو بيدك هذا الشيء أنت تركب طيارة لك ضمان أنه هذه الطيارة لا تسقط أو ليصير حادث مثلا مو بيدك تعمل بكل ما عليك لكن تلك الأسباب الواقعية تكل أمرها إلى الله التوكل على الله سبحانه وتعالى هو هذا معنى معنى أن تعمل بما عليك وأن تترك الأسباب التي ليست بيدك إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله يقول يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الرسول أكو واحد مخلوق الله خلق أفضل من الرسول محمد صلى الله عليه وآله ما يكون لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسير في الأسباب الطبيعية بلغ سافر ففررت منكم لما خفتكم عندما أرادوا أن يقتلوه خرج من مكة فخرج منها خائفا يترقب في موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وهيأ الجيش واستعمل الأساليب الحربية المناسبة أكو واحد كاتب عقيد في الجيش المصري إلى كتب في حروب الرسول صلى الله عليه وآله يحللها عسكريا يعني معركة بدر يحللها تحليل عسكري لأنه هو عقيد ويعرف المسائل العسكرية معركة أحد كذلك سائر المعارك كذلك يبين أن رسول الله في هذه المعارك اتخذ أفضل الخطط الخطط الحربية وإذا في معركة أحد صارت هزيمة بسبب أن المسلمين الرمات الذين كانوا على الجبل الثغر تخلوا عن الثغر وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وإذا خالفوا أمر الرسول النتيجة هم تحصل زيان فالرسول صلى الله عليه وآله كل الأساليب اتخذها الطبيعية مع أصحابه كان يتعامل أحسن معاملة مع أنه يعلم أن كثيرا منهم من المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون زيان ومع ذلك تعامل معهم أفضل معاملة أكو في آية أخرى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن لأنه واحد من المنافقين تكلم بكلام فجبرائيل عليه السلام أخبر رسول الله والرسول طلب ذلك المنافق وقال لأنت ليش هذا الحتيحاتشي فهو أنكر زيان عندما أنكر الرسول ما كمل الكلام أنه لا أنت تكذب وأنت كذا وكذا وكذا سكت هذا لما انطلع قال هذا أذن يعني رجل بسيط جبرائيل يخبره بشي يصدق أنا أنكر يصدق هو الرسول ما صدق كلامه ولكن الرسول سكت ما تكلم يقولون هو أذن الآية شنو تقول قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين يؤمنوا بالله بالباء يعني يعتقد بالله ويؤمنوا للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين الرسول ما صدق ذلك المنافق لكن سكت قال الرسول بتعامله الجيد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عن فهم العافو بمعنى الستر في اللغة مادة عافا ويعني سترة عندنا في نهج البلاغة عندما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دفن الزهراء عليه السلام وعف موضع القبر أو عف موضع قبري يعني شنو؟ يعني السترة العافو يعني الستر إذا واحد أذنب ذنب الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يجيبه بوجهه وكل ما شافه يقول لي أنت فعلت كذا وكذا مثل ما إحنا نسوي أنت فعلت كذا وأني على كل حال ما قابلتك بالمثل فاعفوا عنهم واستغفر لهم يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى غفران لهم وشاورهم في الأمر الرسول هو ما يحتاج إلى رأي هؤلاء لأنه معصوم مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى والعصم بمعنى أنه لا يخطأ لا يسهو لا يغلط كل كلام حق مئة بالمئة لا خطأ فيه سواء في الكلام المرتبط بالتبليغ أو الكلام في القضايا العادية يعني عندما يتكلم مع واحد ما يغلط في هذا الكلام لا يخطأ ومسدد من قبل الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الله يقول له وشاورهم هذه صيغة الأمر وصيغة الأمر تدل على الوجوب يعني يجب على الرسول أن يشاورهم لماذا يشاورهم الرسول تحبيبا لقلوبهم ما يحتاج إلى رأيهم إحنا باعتبار عدم إحاطتنا عدم علمنا عندنا أخطاء تصوراتنا قد تكون غير صحيحة زين نحتاج إلى مشاورة ومشورة من شاور الرجال شاركها في عقولها أمور مخفية علينا نكتشفها عبر المشورة لكن الرسول لا يحتاج إلى هذه الأمور لماذا يشاور تحبيبا لقلوبهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت كل المقدمات رتبتها لكن أكو أسباب خارج عن اختيارك مو بيدك فتوكل على الله في قضية العقبة عندما رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرجع من غزوة تبوك فكان هناك عقبة أسا ما أدري شنو يعبرون عن العقبة الآن في اللغة الدارجة لكن أكو مكان جانب مننا جبل وجانب مننا وادي طريق ضيق فالإنسان إذا ما يلتفت قد يسقط في الوادي ومنخفض شديد وكبير قد يموت فمجموعة من المنافقين هؤلاء هيئوا دباب يعني دبات ملأوها بالحصى وأغلقوها وهيئوها من فوق الجبل حتى عندما الرسول ليمر ومضيق بعد ماكو أطراف أصحاب وناس يحمون عنه يلقون هذه الدباب هذه تدحرج والبعير إلى طبيعة أنه ينفر إذا خاف ينفر زيان فإذا نفر منناك يذب الرسول ويوقع بالوادي ويموت ويتخلصون منه وفعلوا هذا الفعل فعلوا هذا الفعل ولكن الله أرسل جبرايل عليه السلام فأمسك بزمام الناقة التدخل غيبي كان ولولا ذلك الناقة كانت تلقي بالرسول صلى الله عليه وآله لأن الناقة كانت تنفر وبرق برقا في ليلة ظلماء كان برق ورسول الله شاهد هؤلاء المنافقين وحذيفة ابن اليمان هم شاهدهم ولذلك لأن هذا حذيف بين قوسين حذيفة ابن اليمان كان ما ذلك نعبر إذا بتعبير اليوم مسؤول المخابرات كان يعرف المنافقين واحدا واحدا سلام الله عليه وهو مدفون في المدائن بجنب سلمان الفارسي سلام الله عليه فهذا كان يعرف المنافقين أي واحد كان يموت وما كان حذيفة يشترك في تشييع جناسته وفي دفنه الناس كانوا يفتهمون هذا كان من ضمن ذولاك الاثنعش نفر أصحاب العقبة الأول والثاني والثالث وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري ومجموعة من ذولاك لكن بعد هذه القضية الرسول ما جاب بوجههم ولا أنه هم عرفوا أنه لأن الرسول شافهم هم شافوا الرسول لأن البرق قد برق ورآهم رسول الله ولكن فبما رحمة من الله لنت لهم هسا المقصود شنو هو المقصود أن على الإنسان أن يسعى بالأسباب الظاهرية ويكل الأسباب الواقعية إلى الله سبحانه وتعالى وإذا واحد فعل هذا الفعل الله يوفقه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره أكو قضاء محتوم أنت ما تقدر تغيره لكن أكو قضاء غير محتوم تقدر تغيره بالدعاء بالصدقة بحسن الخلق بالتعامل الجيد الإنسان يتعامل بالتعامل الجيد مع أقرباء مع زوجته مع زوجها مع أبنائهم هذا التعامل على كل حال يسبب أن الله سبحانه وتعالى ينظر بعين رحيمة إلى هذا الإنسان فأكو هذه الأسباب الظاهرية الأسباب الواقعية هذه في الأمور الطبيعية في المسائل الدينية كذلك في المسائل الدينية الله سبحانه وتعالى جعل أسباب طبيعية قال أنت لازم تسير عبر هذه الأسباب الطبيعية حتى تصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى الله أرسل الرسل وأنزل الكتب فسا الكتب السماوية السابقة مو بيدنا الآن بيد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أكو في الحديث أنه الجفر الأبيض فيه جميع الكتب التي نزلت من السماء إلى الأرض 104 كتاب هذه الكتب ما موجودة بيدنا إلا القرآن الكريم الله حفظه تأخذ من الرسول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وبعد الرسول صلى الله عليه وآله الأئمة الإمام الصادق خاطب مجموعة من قضاة العامة الحكم ابن عتيبة وغيره شرق غرب فلا تجدون علما إلا ما خرج من هذا البيت وفي حديث آخر ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل الأئمة وبعد الأئمة العلماء الربانيون يعني عالم فرباني عالم عادل عالم متمسك بطريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا الطريق الوحيد اللي الله جعله الرسول وبعد الرسول الأئمة وفي زمان الغيبة العلماء الربانيون ما عدنا طريق آخر الأحاديث موجودة القرآن موجود أي واحد يروح يدرس هذه الأحاديث يدرس القرآن الكريم عن الطريق الطبيعية وصل إلى درجة من العلم والاجتهاد وكان ورع متقي يصير خبير في مسائل الدين يصير مشتهد يعرف مسائل الدين هذا لازم تراجعه ما كو طريق آخر الله جعله لنا واحد يشوف طيف بالرؤية يشوف الرؤية مو حجة اللي أئمة صرحوا الرؤية ليست بحجة مو طريق لمعرفة الحكم الشرعي إذا أنت شفت بالرؤية واحد يجي قل لك أنه آني جاي من طرف الرسول أو من طرف الله أو من طرف الإمام الحكم الكذائي كذا صلاة الصباح مو واجبة عليك هذا مو طريق قل لك الشيء الكذائي واجب ما يصير واجب عليك هذا الله سبحانه وتعالى لم يجعله طريقا ليش؟ لجهتين الجهة الأولى أنه كل واحد باشر يدعي يقول آني شفت الإمام شفت رسول الله شفت الله ما أدري شفت كذا وقال افعل كذا وكذا فهذا الطريق الله سبحانه وتعالى كان يريد يسده حتى باتر واحد منتح اللي يجي يحرف الدين بهذه الطريقة يقول آني شفت بالطيف الإمام المهدي قال صلاة الصبح بعد مواجبة عليكم شفت بالطيف رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنه الصوم بعد مواجب عليكم مثلا أو أن تفعل كذا وكذا وكذا الطيف مو حجب هذا الشيء الأول الشيء الثاني ما إلى طريقية لأنه كثير من الأحيان الرؤيا كاذبة الأنبياء والأئمة الشيطان مو مسلط عليهم على أرواحهم رؤياهم رؤيا صادقة لذا بالنسبة إلهم حجة هو نبي أو هو وصخ ما يكذب وبعد ذلك الشيطان ما إلى سيطرة عليه لذا رؤيا صادقة وفي الحديث وفي الحديث الشريف الرؤيا جزء من أربعين جزء من النبوة أني أرى في المنام أني أذبحك هذا حجة بالنسبة إلى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أما إحنا ناس هو مو أنبياء مو أئمة قد الشيطان يخدعنا لذلك إحنا قد نرى رؤيا صادقة وقد نرى رؤيا كاذبة لأنه الإنسان عندما ينام روحه بشكل جزئي تنفصل عن جسمه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فروح الإنسان في حال النوم تنفصل بشكل جزئي عن جسمه روح الإنسان إلها قابلية أكثر من قابلية جسم الإنسان إحنا حواسنا خمسة بالعين بالأذن بالشم باللمس بالذائقة روح الإنسان إدراكها أكبر وأقوى من إدراك الجسم بس ما دام هذه الروح مرتبطة بالجسم هاي قوى الإدراك مغلقة مثل ما واحد شادين عينه عنده عين بس ما يشوف لماذا؟ لأنه مغلقة هذه العين عند الموت الروح تنفصل الانفصال كامل عن جسم الإنسان فلذلك يشوف الإنسان عندما يموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حديد يعني حاد الآن نحن هنا قاعدين مليء بالملائكة كل واحد من عندنا أكو ملكان مأموران عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهناك شياطين موكلة بالإنسان يعني كل واحد من عندنا جوقة شياطين يحومون حوله لكن لا نراهم ليش؟ لأنه الروح الإدراكها مغلق بمجرد ما الإنسان يموت يشوف الملائكة يشوف الشياطين زين يشوف الجنة يشوف النار الآية تقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا الكافر اللي قاعد هنا هذه الآن أطرافه أكو جهنم لكن هو لا يشعر بها مثل واحد مشلول إذا أنت هذا المشلول تخلي نار جوائي ده ما يشعر ليش؟ لأنه ماكو قوى إدراك تتصل أعصاب توصل إلى دماغه حتى يشعر هذا الكافر أكو أطرافه جهنم بس هو ما يشعر بها بمجرد أن يموت الإدراك يحصل فيشعر بجهنم هذا في حالة الموت في حالة النوم انفصال جزئي عن الروح الروح انفصال جزئي عن الجسم فهذا الانفصال الجزئي الروح تقوم تشوف الرؤية شنو هي الطيف اللي الإنسان يشوفها هذه الروح ده تشوف بسبب أنه شوية الغطاء يرفع عنها هذا الغطاء عندما يرتفع إذا هو نبي الشيطان ما يقدر يجي يتمثل بأضغاث أحلام مقابل هذا النبي فكل ما يراه يرى الحق والواقع لكن إذا واحد مثلنا ممعصوم هناك قد يرى الواقع وقد لا يرى الواقع تمثيل من الشيطان فيصير هذا أضغاثه أحلام فلذلك هذا الإنسان اللي يشوف طيف هذا الطيف مو حجة والشارع قال ليس بحجة طريقة لمعرفة الدين هذا الرسول الإمام العالم الرباني ماكو طريق آخر لذلك على الإنسان أن يتخذ هذا الطريق اللي الله سبحانه وتعالى جعله زيان أنا إذا سرت في هذا الطريق الطبيعي أحكامي عقائدي مسائلي كذا أخذتها من العلماء الربانيين وعندي عقل حتى أميز العالم الرباني عن المدعي الكاذب أو أميز بين العالم العادل الورع والذي استهوته الدنيا عندي عقل فأاخذ ديني منه أما من غير إذا أردت أن أأخذ ديني فهو الظلال والإنسان يظل في الدنيا يعيش في الدنيا حائر وفي الآخرة هم يكون في النار وهو يزعم أنه هذا يرضي الإمام المهدي يزعم أنه هذا يرضي الله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع الخوارج منه كانوا سؤال الخوارج خوارج كانوا أصحاب أمير المؤمنين أمير المؤمنين جاء إلى الكوفة وهؤلاء خرجوا بهم إلى صفين كانوا أصحاب أمير المؤمنين واحد منهم الشمر كان الشمر كان من أصحاب أمير المؤمنين وفي معركة صفين في الدفاع عن أمير المؤمنين جرح أيضا مجروح كان آثار الجرحم كان موجود على جسمه في يوم عاشورة زين لكن هؤلاء شافوا موقف زين أنت ما تدري أن القرآن الناطق هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما سمعت الرسول صلى الله عليه وآله يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه أين ما دار هذا اسمت أمير المؤمنين ما سمعت كذا أنت ما سامع أخو أكو ناس من أصحاب الرسول سامعين روحوا سألوهم لكن لا الطريق اللي الله جعله والطريق اللي رسول الله جعله تركه فماذا عندما تركه صارخ من الخوارج الخوارج شنه هو خسروا الدنيا والآخرة لأنه في النهروان قتلوا خسروا دنياه وخسروا آخرته يسا مرة واحد يخسر الدنيا يهربح الآخرة هم يخالف الدنيا قليلة يسا واحد استشهد في سبيل الله لو كان ما كان يستشهد يعيش عشرين سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة، أقول خمسين سنة يخلص، يغمض عانا يفتح، تخلص ويوم تقوم الساعة كأن لم يلبثوا غير ساعة يسا إحنا كل واحد من عندنا يفكر في ماضي نفسه عمره ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين الماضي شنه؟ كأنه طيف، لحظة وراح والبقية هم نفس الشي إحنا باتر ما ندري أحياله أموات، بس إذا واحد استشهد في سبيل الله يعني أصحاب الإمام الحسين الذين استشهدوا مع الإمام الحسين واحد عمره تسعين سنة، واحد عمره ثمانين سنة، واحد عمره سبعين سنة زيان، هسا الشاب اللي لم يبلغوا الحلم إذا كان ما كان في كربلاء زيان هسا كان حيله ميت شان، أخو ميت شان بعد، أخو ما يعيش ألف وثلاثمائة سنة هسا الإنسان إذا خسر الآخرة ويربح خسر الدنيا ويربح الآخرة ما يخالف لكن هم يخسر الدنيا هم يخسر الآخرة هذا فذو واحد كان طالع في منطقة الزرق بالعراق كلكم وتعرفون ادعى أنه هو الإمام المهدي زيان؟ وأنه ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وفاطمة الزعراء وفجاريدة إحنا شفناها جابوها هنانا، ما أدري داعي السماء وكذا وشايليدة هالشكله زيان؟ ما أدري داعي كذا أكو مجموعة من الناس مساكين بالمئات قتلوا معه، انخدعوا انخدعوا أنه بقضايا بسيطة يخبرهم بعض الأخبار وبعض الأحلام وبعض الأمور وكذا مساكين انخدعوا خسروا الدنيا والآخرة أكو واحد من الأصدقاء في كربلاء كان يروح إلى قرية من تلك القرى قبل هاي القضية فالتقى بمجموعة من الشباب وكذا ومن خدوعين بأنه هذا هو الإمام المهدي وأنه يريد يظهر وكذا زيان؟ فهو قام يتكلموا إياهم بيّن لهم آيات روايات ناس بسطة على فترتهم لكن خدعوا لكن مو معذورين أنت هاي النجف خطوة شمرت عصى يمك هاي كربلاء يمك العلماء موجودين خروح اسأل في جهلك غير معذور راح أتكلم معهم مجموعين فصلوا عنه لما قتل خد بيّن كاذب بعد لول إمام المهدي جانقوا ما جان يقتل زين؟ وذول الشباب ناس طيبين بعضهم لحد الآن يجون كل ليلة جمعة إلى كربلاء وكذا ويشكرون هذا الشيخ الله يحفظه لولا هذا لولا أنمنى الله علينا بهذا لكنا لا دنيا لا آخرة الله مخلي طريق أنت لازم من ذلك الطريقة تروح غير هذا الطريق كل كذب شرق غرب لا تجدان حقا إلا خرج من هذا البيت زين؟ إذا آني تمسكت بما قاله الله بما قاله الرسول بما قاله العلماء الربانيون الذين هم نواب الأئمة الله سبحانه وتعالى يوفق يعني الأسباب الغيبية الله يرتبها لأن كل شيء يبيد الله وكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى في مستقبل الإنسان الله يهدي ويبقي على الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر